أعزائي من رحب بكم مرة أخرى في دراستنا من مدينة أفسوس القديمة رح نواصل دراستنا في رسالة بولوس الرسول إلى أهل أفسوس وفي هذه الحلقة رح نتكلم عن وصف طبيعة الإنسان بولوس بيتكلم عن تشخيص لحالة الإنسان أنا موجود في أفسوس القديمة تستطيع أن ترى الطريق القديم ورأي الأقواس اللي بتوصل إلى الساحة العامة الأجورا السفلة أي الساحة العامة التجارية أو ساحة الميناء وين الناس كانت تجتمع طبعاً من هذا الجانب مكتبة سلسيوس رح نتكلم من هذه الرسالة حتى نشوف الوصف اللي بيتكلم في الكتاب عن حالة الإنسان أنا بدعوك في هذه الحلقة أنك تكون منفتح وتصلي وإذا هاي الحالة يمكن توصفك محتاج أنك ترجع للرب اليوم سأعود بعد قليل أعزائي من واصل دراستنا من رسالة بولوس إلى أهل أفسوس وفي هذا الجزء أريد أن أتحدث عن وصف لطبيعة الإنسان يبتدأ الرسول بولوس بهذه الكلمات أنتم طبعاً بيتكلم بصيغة الماضي وصف لحالة الناس للماضي أنتم بيتكلم عن الأمم كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا أنتم طبعاً لما بيتكلم عن أنتم الأمم نحن الأمم واليهود يعني بيدمج نفسه وبيصل بالنتيجة لاستنتاج عمل المسيح المتكامل لأجل اليهود ولأجل الأمم لكن بالنسبة لليهود الأمم طبعاً كان يعتبر نجس ويعتبر غير مختون شخص ليس تحت العهد وليس من شعب الله كان ينظر إليه نظرة احتقار واستهزاء أيضاً فبولوس الرسول بيتكلم إلى هذه الكنيسة اللي اختبرت نعمة المسيح لكن بيوصف الحالة القديمة أنتم يعني الأمم كنتم أمواتاً بالذنوب والخطايا خليني أقول أحبائي في الكتاب المقدس الله لا يتساهل مع الخطيئة فالخطيئة هي إهانة مباشرة ضد الله الخطيئة هي ضد طبيعة الله هي ضد كمالات الله والخطيئة هي ضد مجد الله يقول الكتاب إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد فالكتاب المقدس مش بيحاول يسهل أو يلطف الجو يمكن كنتوا شوية يعني مش كويسين لا بيحط من الأساس بتعبير واضح وصريح كنتم الحالة اللي كنا فيها أنتم أمواتاً بالذنوب فيصف حالة غير المؤمد أنه ميت وأنه في القبر مدفون وأنه يعني رائحته قد أنتنت فهذه حالة الميت لحس لحراك لقوة لحركة إنسان ميت طبعاً هون الوصف وصف الأموات روحياً والوصف بيستمر يقول بالذنوب والخطايا الذنوب الذنب هو كسر أو عصيان ضد الله أو كسر لشريعة الله لكن كلمة الخطايا من كلمة هامارتيا في اللغة اليونانية تعني اخطاء الهدف يعني الإنسان بحاول يصوب السهم إلى هدف فيخطئ هذا الهدف ويقول الجميع أخطأوا لأنه ما في أي إنسان استطاع أن يصيب هذا الهدف فإذن نحن يصفنا الكتاب أموات بالذنوب والخطايا أموات روحياً والخطايا إلى درجة أخطأنا الهدف كلياً في نظر الله محكوم علينا في نظر الله نحن هالكون في نظر الله نحن في ضياع ويستمر بهذا الوصف يقول سلكتم فيها قبلاً حسب دهر هذا العالم بيتكلم عن الشر بيتكلم عن الفساد بيتكلم عن الدمار بيتكلم عن شهوات عاملين شهوات أو مشيئات الجسد فالشيطان بيعمل عن طريق العالم نظام العالم الخارجي بكل مغرياته وبكل مشتهياته أيضاً وبيعمل عن طريق الجسد المحبة الذاتية أو الجسد من جوه اللي بيطلب كل هذه الأمور فبيوصل الحالي أو الإنسان إلى حالي أنه ميت كلياً لأن الخطيئة خاطئة كما يقول القتاب الخطيئة تعدي الخطيئة هي ضد الله مباشرةً فالخطيئة تقتل كل شيء في حياة الإنسان أعزائي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير سأعود بالنسبة لأنه مستعدة Another illustration Paul uses from daily life at the time would be the relation of Jew and Gentile they were separated in some early worship but now they are all one in Christ never mind that the Jews had their own background and the Gentiles had a pagan background they're all now one in Christ the dividing wall has been and penetrated in the joy and grace of Christianity I was sent to a story and a study from Ephesus we've always talked about the label that this world is a responsible for Satan and Satan has a regime this regime this world and the regime and the regime والطبيعة الخطاءة الداخلية في داخل الإنسان اللي بتقود الإنسان إلى الخطية فالخطية تقتل كل شيء في حياة الإنسان طبعا بقول الرسول بولوس أنتم الأمم يعني قبلا كل شيء حوالي بذكر في أعمال الخطية فهنا كانوا يعيشوا في عدات إباحية ممارسة مثلا الدعارة والجنس في مكان جست أمامي اللي كان فيه فتيات أو بنات مكرسات لهذا العمل للآلهة كجزء من الخدمة فكانوا يأتون نلمينة من البحر حتى يأتوا إلى هذا المكان وحتى فيه علامات على الأرض اللي بتقود إلى هذا المكان عدا عن المكتب يعني كان بيعتمدوا يمكن على الفلسفة أو الحكمة البشرية لكن هذه البلد كانت مليئة بالخرافات بالتعويذ والأسحار فكانت الناس تأتي من كل مكان حتى تشتري كتب سحرية أو تعويذ سحرية كنوع من الحظ أو من استجابة طلبة معينة أيضا لكن قمة هذا الجهل والعمى والظلمة أنهم كانوا يعبدون الإلهة أرطميس إلهة الخصوبة لها عدة أثداء كانوا بيعبدوها كانوا بيصنعوا أصنام وتمثيل لها حتى يعبدوها فعندما يقول الأمم طبعا بالمقارنة مع اليهود اللي كانوا شعب الله كنتم أو أنتم لكن صار في تغير وصار في تحويل لكن حالة الإنسان هي حالة الإنسان بغض النظر كل الخطايا اللي ارتكبت هنا في أفسوس فالخطية فعلا تقتل كل نواحي الحياة البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية تعرفوا الخطية بتقتل البراءة الخطية بتقتل المثل العليا الخطية تقتل وبتشل الإرادة بيصبح الإنسان مقيد مستعبد بأصفاد وأغلال وقيود العبدية أيضا مش بس سلكنا قبلا حسب هذا الدهر دهر هذا العالم ولكن يقول كنا بالطبيعة أبناء الغضب يعني حكم الله يعني علينا يعني مثل ما الرسول بولوس تكلم إلى روما لأن يعني غضب الله معلن على فجور الناس وإثمهم فالكتاب يصفنا نحن أبناء الغضب وطبعا لأنه الشيطان اللي هو بسميه أيضا في نفس الإصحاح رئيس سلطان الهواء يعني اللي بيحكم في هذه الأمور وعنده أعوان أجناد شر روحية في كل مكان اللي بتقود الإنسان للسقوط بتقود إنه الإنسان يكون محطم بالخطية وبتقود الإنسان إنه يكون بعيد عن الله عمية ضايع هالك بيتكلم عن أوصاف يعني حتما إنه الإنسان لا يمكن أن يخلص نفسه لا يمكن أن يصل إلى الله بقوته أو بذاته لا يمكن أن يحرر ذاته فالإنسان ميت كليا والأخطر والأصعب محكوم عليه أنه ابن الغضب وبالطبيعة كمان أبناء الغضب والأصعب كمان نحن نسلك تحت رئيس سلطان هذا الهواء فالشيطان مستعبد ومقيد الناس بالخطايا الكثيرة هذا الوصف لحالة الإنسان الفاسد الشرير الرسول بولوس تكلم في هذا الموضوع بكل أماني لكن تكلم بهذا الموضوع لكن حتى يظهر عظمة وقمة وأهمية ومجد نعمة الله اللي رح أتكلم عنها في الحلقة القادمة اليوم أنا بدعوك الفكرة مش إذا أنت كويس وغير كويس عندك شوية أعمال صالحة إذا أنت بعيد عن المسيح يصفك الكتاب أنك ميت بالذنوب والخطايا بالطبيعة أبناء الغضب عايشين في ضياع في هلاك هذا وصف الكتاب المقدس فأنت تحتاج إلى معجزة وهذا المعجزة هي معجزة إلهية ألا ترفع عينيك للرب وتطلب منه أن يأتي إلى حياتك على فكرة إذا بتحتاج مساعد روحية تواصل معنا نحب نسمع منك موسيقى موسيقى تحتاج إلى 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 موسيقى موسيقى تحتاج إلى موسيقى تحتاج إلى موسيقى وهو الناحى حقيقة يتimaس çek rapt Saying he got out of the chariot And on the way to the amphitheater Where they were bad-mouthing the Christians he tried to convert Polycarp to paganism And he wouldn't do it And so they then brought Polycarp Into the theater there Not the amphitheater That those are closed theaters An oblong hippodrome where the great some Gladiatorial combat area. Now the cry went out The father of the Christians is here, Polycarp to the lions, and so on The DM the Roman governor at that time Robert com tried to dissuade Polycarp saidيد look we will send you to the beasts if you don't curse Christ and says caesar's lord وهذا يجب أن يتعلق بسرعة، فالأسف أنه يقوم بسرعة لنساقل مجرد، ويذلك يجب أن تقوم بسرعةا، ويجب أن تقوم بسرعة عملية. وثمهم فلقاوا بسرعة يجب أن يجب أن يكون بيست بها في الأقصال وفي السرعة بسرعة بشكل عملية ، كانت مجدداً، إنه أخبار مهارات جديد. إنقائمًا، وقت مجدداً مع الأمر بشكل تحليمي. ربما ، أماكن، من الموكولة إلى التأكد، وهذا كذلك، فهم يفعلون بإمكانهم مقارنة. وفي حالياً، فهي لديه دائمًا، وجهد واضح مددى دائمًا، وكانت تحول الوحيدة. وفي حالياً، فهي كان مجدداً لهم، ويساعدوا لنا علام في سرق بوجود هنا أعزائي المشاهدين واصل دراستنا في هذه الحلقة من أفسوس القديمة عن رسالة بولوس إلى أهل أفسوس هذه الدراسة هي عبارة عن مذاق حتى أشجعك أنك تقرأ في كلمة الله ولسيما التصوير والتعليم رح يكون في المواقع الكتابية في أماكن الحدث وبعتبره شرف وامتياز أنه الله شرفنا أن أكون في هذا المكان في نفس المنطقة اللي صار فيها رجال الله مثل بولوس مثل الرسول يحنى وتيمثاوس وآخرون في هذه المنطقة اللي كتبوا اللي علموا اللي نصحوا وأرشدوا واللي عاشوا كمثال صالح لجميعنا أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة أنا موجود طبعا خلفي الأقواس اللي بتاخد إلى الأقورة العامة أو الساحة العامة الساحة التجارية أو ساحة الميناء وراء هذه الأقواس وخلفي مكتبة سيلسيوس اللي هي تالت أكبر مكتبي في العالم كان فيها أكثر من 200 ألف مخطوطة تستطيع أن تشوفوا الطريق ترى الطريق اللي بيأدي إلى طريق الأركادين أو إلى الميناء من هذا الطريق كل ما موجود يوحي عن عظمة أفيسوس وعن عظمة الرسالة اللي كتبها بولوس إلى هذا المكان ابقوا معي سأعود بعد قليل أعزائي بعد موصف بولوس الرسول حالة الكنيسة قبل الإيمان حالة الأمم أنهم كانوا أموات بالذنوب والخطايا وأننا كنا بالطبيعة أبناء الغضب عاملين مشيئات وأفكار الجسد حسب الرغبات والشهوات تحت رئيس سلطان هذا الدهر رئيس سلطان هذا الهواء الذي يعمل في أبناء المعصية فيصف حالة الإنسان أنه بعيد أنه ميت أنه هالك أنه ضايع لا حول له ولا قوة لا يستطيع أن ينقذ نفسه ولا يستطيع أن يخلص نفسه لكن على طول يتحول إلى النظرة الإيجابية فالرسول يظهر أن الله يعمل لنا ويعمل فينا ويعمل أيضا لصالحنا فالله هو الذي أحبنا وهو الذي أظهر رحمته محبة الله غير محدودة محبة الله كما يقول لكي تدركوا محبة المسيح الفائقة المعرفة هذه المحبة لها أبعاد أربعة لها ارتفاع وعمق لها عرض وطول إلى آخر كل هذه الأبعاد الأربعة تتكلم عن محبة المسيح الفائقة فالله أحبنا بغض النظر يقول كتاب محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة مكتوب أيضا ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا هذه المحبة محبة مضحية محبة غير مشروطة محبة لم نكن نستحقها أو نستاهلها أحبنا بغض نظر يقول أحبنا رغم خطيانا أو كما قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائي فهو أحبنا ولأنه أحبنا أظهر رحمته الغنية فواحدة من صفاته أسماء الله رحيم كلمة رحم يظهر عاطفة يظهر أحشاء يظهر حنان تجاه الإنسان الخاطئ ولسيما وصل الإنسان إلى حالة أنه لا يستطيع أن يخلص نفسه فإذن الله الذي وصف الإنسان أنه ميت بالذنوب والخطايا الله أو هو أحيانا وهون يتكلم عن قوة القيامة الروحية كما أن الله أقام المسيح من الأموات أقامنا من ثبات الخطيئة أقامنا من موت من الذنوب من الخطيئة نفسها الله أقامنا وأحيانا مع المسيح ومش بس أقامنا أقامنا يعني مش حتى يكون يعني الإنسان ما عندهش أي عمل أو شيء أحيانا في قوة القيامة التي تعمل في حياة الإنسان لكي تعطيه العمق الروحي والقوة الروحي ويتمتع بالأمجاد الروحية أيضا أحيانا وأجلسنا معه في السمويات لاحظ لما المسيح أكمل العمل على الأرض مكتوب صنع تطهيرا لخطيانا وبعدها جلس في يمين العظمة وكأن الرسول يريد أن يقول للمؤمنين اللي تمتعوا بغنى يسوع اللي تمتعوا بخلاص يسوع أن الله أجلسنا مع المسيح أي في عرش السماء أصبح لنا الدخول أصبح لنا جنسية سماوية أصبحت أسماءنا مكتوبة في السماء أصبحت حياتنا بتعبر عن السماء على الأرض فنحن جنسية سماوية وصفراء عن المسيح نعبر عن مواطنتنا عن حياة السماء على هذه الأرض ما أعظم هذا الامتياز أجلسنا معه في السمويات هنا بيتكلم عن اتحاد مع المسيح نتمجد مع المسيح ونشارك العرش في السمويات مع المسيح وهذا هو عمل الله من أجل كل واحد بيختبر نعمة المسيح أحبائي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل سأواصل حديثي بعد قليل حقًا نعمة المسيح عشنا لديه من جديد من حياتنا لديه من إجرس الإجرسنا لديه من الأولمي أو الجامع لديه من قليل ونحن نعم حدثي من قليل أمواطنتنا يوصى عزيز من حياتنا الموتى في معاملهم ومن مرة من ال ARMAT الإنسان وكذلك تدعية هذه الموتى مثل سلطة فيها على المتاشر ومع بجمع الموتى في المتاشر ومع انها حيث وسلم ومعنى المتاشر يجب الى المتاشر أيًا كذلك حتى يمكن فهو قُلع في صام التخفص وضوط كيب المثالي في الصعود الذي يجب أن تجريه في قصد روميحك شعيل يدّعين الوقت أن المتحدث للهواتف تجريه في كل المثال ابدا هناك كيب التصدير مثل وقد أنت تجريه في الهواتف يجب أن في المتحدث إنه دا حصلتي تجريه في المتحدث رأي حصل يجريه في كل المثال والكوليسيون سيكون هناك أحد في أفاسس أيضاً في أفاسس أيضاً في أفاسس ويوجد في أفاسس أصل الدراسة من رسالة بولوس إلى أهل أفاسس وطبعاً إحنا في الإصحاح الثاني يختتم رسول بولوس بهذه الكلمات الأنشودة الخالدة المباركة الرائعة اللي لمست الناس على مر العصور وعلى مر الأزمان اللي بتغني وبتنشد وبترنم لولا النعمة نعمة الرب يسوع لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد ثم يواصل الكلمات يقول لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها إخوتي وأخواتي إن الكتاب المقدس يتحدث عن قصة النعمة في كل الصفحات في العهد القديم وفي العهد الجديد في العهد القديم الله يظهر النعمة لشعبه ورجال كثيرون اللي اختبروا نعمة الله وحتى أنبياء سقطوا في الخطية لكن اختبروا نعمة الله محبة ورحمة الله والعهد الجديد يسمى عهد النعمة يعني إحنا بنشكر رب من أجل هذا العهد هذا العهد أحباء عهد النعمة هو عمل إلهي متكامل يقول الكتاب لأنكم بالنعمة مخلصون النعمة هي عطية إلهية النعمة غنية النعمة عطية عطية إلهية فهذه العطية لا نستحقها لا نستاهلها لم نعمل لأجلها لا نستحقها يعني بالأحرى هي نعمة الله أنعم علينا بالمحبوب الله أعطانا عطية النعمة هذا النعمة بقول الخلاص بالنعمة يعني الإنسان ما عندهش أي شيء في موضوع الخلاص يقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم حاول الإنسان أن يصل إلى الله ببر ذاتي لأنه بأعمال النموس لا يتبرر ذي جسد لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس ثم أحباء البعض حاول بالأعمال الصالحة يقول الكتاب ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وقال الرب يسوع إن لم يزد بركم على الكتب والفرسيون لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات فإذن من يستطيع أن يرضي الله بأعمال الصالحة فإذن لا في البر ولا في الأعمال والذبائح كانت محدودة فهذه النعمة ظهرت من خلال شخص الرب يسوع نعمة الخلاص وهذه النعمة تستمر معنا وفينا حتى نقيم فيها وننمو بالنعمة وبالمعرفة أيضا مخلصون هذا الخلاص هو عمل إلهي عمل الروح القدس ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد وبيختم بهذه الأنشودة الخالدة لأننا نحن عمله التحفي كانت تفتخر أفسس بالعظمة بالهياكل وبالمكاتب والمصارح لكن الكتاب يقول نحن عمله يعني إحنا التحفي اللي اشتغل علينا الرب فالخلاص هو مبادرة إلهية لا دخل للإنسان فيه لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فقعدها لكي نسلك فينا نحن لا نخلص بالأعمال لكن نخلص لأعمال فالمؤمن ينبغي أن يبرهن ويترجم إيمانه بالأعمال الصالحة نعمة الله ممدودة لإلك ومحبة الله عم بتتوجه لإليك فهل تستلم هذه المحبة وهل تقبل هذه النعمة إن قبلت تتغير حياتك الرب يعطيك نعمة الخلاص وأيضاً اسمك يكتب في سفر الحياة هل تريد الآن إنه اسمك أو اسمك يكتب في سفر الحياة صلي قل لي يا رب أنا عاوز أنا بدي خلينا نسمع منك الرب يباركك وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة